اخوتي اخواتي اليوم فيديو شاخط فيديو خاطر خاطر اليوم هنتكلم الافزال ديال النقاط و اليوم هندخل بعض الناس اللي بغيت انا نتكلم عليهم ونحط النقاط على الحروف ونوضحوا الامور ونفكروا قليك اللي انسيتوا اللي قارة هاتوا الضفاتر تنقارة والارشيف لا يرحب وكيف ما كتنزلوا الارشيف ديال القناة المليونية نزلوا معاهم الارشيف ديالك نزلوا معاهم الارشيف ديالكم اللي كنتوا سب والقطف وضرف المحصنات والضرف المرأة المغربية والضرف الامهات واليوم كما كنشوفو وكنكتشفو واحد النهار كما كيقولو كان يا مكان في قديم الزمان واحد النهار كنشوفو واحد السيد اخرج انه يبكي على الضرف الام دياله في الاعراض دياله بحيث نقول لك هنا في هذا الفيديو هذا انا مجرد كنعطي الرأي ديالي كمنتقدة وكذلك باحترام باحترام وانتي قد بناء وانا مجرد كنعطي رأيي وكنعطي واحد النصيحة لانا المسلم من صحى لسانه او المسلم من سلم المسلم من لسانه او نقولو احنا يا مريد ديال بعطيتنا احنا كبشر كل واحد مريد الاخر علش انا المريد ديالكم وانتم المريد ديالي والانسان ينتقد بعطيته ويحاول يصلح الاخطاء بعطيته بروية وبأدب وبأخلاق لان عمر العنف مكي يعملش نتيجة وعمر السب مكي يوصنش نتيجة ولكن قال لكل ساق يسقى بما ساقى وكما تدينو تدان هنا فاش انا غنتكلم الاخوة الاخوات على بعض النقاط وغنتمنى نتمنى متتبعين ديالي هاد الله فيديو دا فيه بزرد نقاط ودخل احتى واحد سيد كيقولولو الحمدي ودخل مول القاناة المليونية في القضية ودخل شكل يجب الحمدي وشكل كيعرف الحمدي وشنين والحمدي عنده العلاقة مع القاناة المليونية ودائما كنقولكم هاد العبدة لله انها ما كنجيبش شي حاجة من فراغ دائما كنستنتج اللي في الفيديوهات وكنحل الفيديوهات وبالمنطق وبروية ودائما احنا يمكننا نخطو ويمكننا ما نصيبوشي الاشياء كيف ما هي ولكن كيبقى في النهاية كنعطو الرأي ديالنا باحترام كنغلبوكم بالاحترام كنغلبوكم بالبناء علش وخنكون خطيت ويكي غجباني ما خصاتش الكلام ما نحقشت من الناس ما ضربت في الأعراض ما ضربت في الأمهات ولا الأبناء خرج قليك الوالدين خط أحمر على كل واحد عنده الأم دياله خط أحمر الأعراض خط أحمر على كل واحد عنده العرض دياله خط أحمر لأن العرض قبل ما تخرج انت أو متتبع أو شي متدخل معك في القناة ديالك أو في المنصة ديالك يقول الأعراض خط أحمر لأن واحد منهم تضرب في الأعراض ديالك يقول فحسكم كنتوا يا إخوتي في الله نهار اللي كنتوا كتطلعوا مداخلات أو كتطلعوا بعض الأشخاص في المداخل التي ضربوا في الأعراض دي الرادية كان عليكم تقولوا خط أحمر ننتقدوا رادية ننتقدوا محمد ولكن لا لضرب الأعراض نهار اللي طلعتوا تقولوا دابا حاليا الوالدين خط أحمر كان عليكم نهار اللي ضربت الأم دي الرادية تقولوا لا إحنا كلنا أمهات وكلنا أبناء الأمهات خط أحمر تتعامل بالبراءة و بحسن النية و باللعطة الله فنحن نحترمها لأن هذه المرة كبيرة والإنسان كبير لا يكون شيء يعرف و والدي الناس للجبل نية وحدة نحن لا نقول الأم الرادية انطحنوا بها الدنيا ولكن الحجة كلنا الحجة كلنا أمهات كلنا أمهات لا غير حد محسن من حد الأم دي رادية مخلوقها من طين و راجعة لطين وبنوا أدم و عبدة لله و كذلك الأم دي صاحب القناة المليونية مخلوقها من طين و راجعة لطين و عبدة لله حد محسن من حد حد مكتر من حد لأن الله سوانا في الآخرة في نفس اللباس هو الكفن نفس المسكن هو القبر ويوما وقوف أمام الله نفس نفس اللي مغيرنا عليه في الأرزق في الدنيا ما يعني شي أنا عندي أنا نلحص لك الكبة ونسع لها بيكون أعطيك قيمة وأنا ما عندي شي أطحنوني لا الله ما قال شي هكذا الله يسموه العدل ويسموه الحق وكلكم وكلنا فقراء والغاني هو الله كلنا عباد لله وليس للبشر واللي يعجبو الحلب مرحبا واللي ما يعجوش الحلب مرحب تسعين طلعتي كذبكي مزيان خسين قول لك في نهار اللي كان طلع الشخص طلعتي واحد شخص معك للمداخلة كان يقول 16 ديال الرجال مع رضيال كيفاش الإحساس ديالك دابة كيفاش كان الإحساس ديالك من بعد خسك تخرج فعلا باعتدار مش يتاعتدار مش ترجع معهم لا عندك كل الحرية ديالك هذه قناعتك ونحن نحترموها لك ولكن العراسي شنه هو معنى الدر في الأعراض خسك تطلع داعتدار خسك تعتدار من الأم ديالرادية كأنك ككونها أم لأنه بدك عندك الأم ديالك وعزيزة عليك ونهار اللي كانوا يطلعوا يقولوا لا شيشة ويضربوا فيها حسيتي دابة أنا هنا ماشي كانت تشوفها ولا كان عيرو حشا ومعاد الله حشا الأم ديالك تهيتها جرس وأعراضك محفوظة عند الله وعند الناس اللي كتعرف بقيمته ومراتك شريفة عفيفة وخا ما كنعرفوهاش كما رادية شريفة وعفيفة كما النساء المغربية كلهم شريفة عفيفة ولكن كما كيقول لك واحد المثال ما تحذفش النس بالطوب ومتبيتك من إيزاس فهنا بغيت اليوم تبدأ نقطة الانطلاقة شن هي نقطة الانطلاقة يا أخي في الله هو أنك تبدأ حياة جديدة في المحتوى ذلك وأنا مجرد كان أتكرارك يبقى القرار والقانعات ديالك والمبدأ ديالك وطربيتك هما اللي كيحكموا عليك والرجولة ديالك ياللي كتحكم فيك ولكن ما تجيوش تقول للمرأة المغربية واحدا نطحنوا واحدا نعليوها لأن واحدا عند مشاهدة قليلة واحدا عند قاناة مليونية لا سواسية مرأة المغربية كلها كتسحق الاحترام هنا نعرفوك فعلا نادم وفعلا أنك انتك تقول مرأة المغربية خط أحمر الأعراض خط أحمر الأم خط أحمر كخصك تعتادر بشتبين بأن على الندم ديالك أنك فعلا أنك خطأتي أنك خطأتي وتعديتي على الناس حسنين تقول ما سبتيش انتا طلعتين لي سبتي لنقولكم واحد الحاجة لكي يطلع عن اللايف ديالك وما كتقدرش أنك تسيطر على اللايف ديالك أو أنك تضعط الرأي ديالك وتعطي الكلمة ديالك في اللايف تقول لهم أنا بدون يسبب ولا قدف ولا ضرف الأعراض ولا ألقاب مرحبا بكم في المداخلة من غير هيدك لا لأن أنا عندي مبادئي ومبادئي لا تتجزأ أنا ضد هذه الأشياء ولو أنا ضدك للناس ولو أنا كان أختلف معهم ولكن لي حرم حرام لي حرم الله حرم الله والحاجة اللي جائزة جائزة والحاجة اللي تقدر تدوس تقدر تدوس هذه نقطة غاد نرجع نلحم دي لطلعه قال أنا تواصلت مع ملقانة المليونية وتكلمت معه وكنت بغي نكري من عنده واندوز بعد الأيامات من زيان هنا فش أقول لكم خوتي خوتيتي لحندي مجاشي منفارغ وما يمكنش يجبر هذ القوة هذي وهذا الجبروت هذا ويطلع بهذا الطريقة هذي وإلا عنده ضهر صحيح سند عليه لأن ما شي غادخوتي في المداخلة لأنه ما قدر نشي نسي يجيبه هات الشخص هذا اللي كي يسيب وكي يشهار وكي يقدث بالنس قدر نيجيبه من عند مول لايف قدر نيجيبه أعطر رقم التليفون والحمد لله للشرطة العلمية والحمد لله على كين الفرقة الوطنية تحياتي الأمن يا البلد المغرب أحسن أمن في العالم تحياتي واحترامي وتقديري له أمن كفئة ترفع له القبعة إياه فهنا عنده ضلعة صحيح كي تساند عليه هو صاحب القاناة المليونية قل له طلعوا أنا في كتافك كي تما بزاك يقول غا زيدوا وأنا معاكم غا قولوا قولوا وأنا معاكم فشناك نقول لكم هذي الشخص هذا فهو إنسان حاقد وحلف أنه ينتاقم وحلف أنه عمره ما يوقف الحرب وغا شد الحرب بجميع الطرق أرض جو بحر ما خلحت شي طريقة لما حربش بها وبقيك يحارب وبقي غادي حارب هنا فش من اللي يقول لكم أختي خواتتي بقي بي قتديالي الكابدبات ديالي كونوا على يقين أنكم أنتم على طريق الحق وعلى طريق صحيح ولكن نصيحة من الأخت ديالكم لا إعترام ويستط Veer أن نكونوا حسن لا نضربون الشخص ولا نضربون العقل و لا نضربون للشخص و لكن يقلون للشخص من الأعراض ولا نضربونها من النار و أن المتطبيل دائما ولا نضربونها من الأصب ولا نضربون الشخص بلغن فانا انضريت و اتضربت و اعني وكلت شاحب ديال بالصح و عمري مخرج لقبت شي حد او ضرت في الاعراض شي حد او ضرت في الوالدين شي حد او ضرت في الاطفال شي حد و القناة ديالي كتشهدلي وفيديوهاتي كتشهدلي وعلى القول رجاء طنجوية واللي ما عنده شاهد كداب الحمد لله الارشيف والقناة كينا قدمكم عمري مضربت في الاعراض شي حد و افتخر بنفسي رغم الحروبات اللي انا كليتها من القريب و من الغريب عمري بشي ما قدرش ندافع على رأسي راني قدر انا انا على نفسي يمكن زد ناس مكي عارفون شي مقدبة و مصوابة و بنتنس و بنتضل كبيره و مأصله و صاحبت صاحبتها ونصر و بزار الامر و لكن قدره رحل بنادم و قدره نعمل شي حاجة ما تختارش للعقل للإنسان في القواقع و في المواقع و لكن انا لا عندي واحد النقطة للخوف من الله و النقطة اخرى انا لان نضيجة مجربة ان تصفية الحساب ماشي ما بين الانسان و الانسان خلي الله يصفي الحسابات مع ذك الشخص بيده لان منك تكون العقوبة ديالك و منك يكون الخالص ديالله كتر من الخالص ديالك و منك يكون الانتقام ديالله كيكون كتر من ديالك و انا ما كنلغيش وجود الله لان انا كن امن بالله و بالقدر و القضاء و كن امن بالحق و كن امن بالجنة و النار و كن امن باليوم الساعة و بيوم القيامة و كن امن بالموت بأنكين الموت فانا مدن امن باللح اذا امن بالله و مدن امن بالله اذا عرف الله شديد العقاب و ان الله حسيب و رقيب هاتي الشي اللي يخوتي هاتفه اللي انا مخرجت شي نصب و نقدف زا انا فعلا خستنيني كنشرف المرأة المغربية و زا انا فعلا خستني نشرف نفسي و نشرف ديني و نشرف النس اللي كان دفع عليهم و نشرف الناس اللي يكونوا معايا حاضرين في الليف هذا هو المبدأ ونشرف والدية اللي ضربوا عليها تامارة ندخل عليهم الرحمة حتى إذا شي واحد مشى وسب لي والدية أو دعالي فيهم كي يكون ظالم ما كتوصلش الدعوة دياله من الملية أن ابن دياله مصالحة ما أدد شي دك الشخص دك الشخص مرض في العقل دياله وعنده مرض ومنه الله ونهار يوقف معه بينهم معه يوقف معه الشخص ما كيعرفه ما كيعرفه ما كيعرفه خليه دك الساعة يفيده الأطنس ويفيده اليوتوب هدا هو الأسباب اللي عندي أنا أما أنا قدرا نحرق بالليبس بالخضار ولكن لا إنسان خصوه يتفكر المستقبل ديال أولاده يتفكر وجهه أمام الله وبالزاد الأمور وباقي وما خافية كان آدم وباقي بعض الأشخاص اللي عملا عليهم العين مشي أنا ولا تعمل عليهم العين كين بعض الأشخاص اللي هي كين العين عليهم را غادي مشوف الخسران لأنه كين سب وكين القدف وكين طرف الأحق في الأعراض وكين تشويه بالصورة ديال المجتمع المغربي وكين تشويه بالصورة ديال المغربة والشعب المغربي وهذا ما غيرت حاسبه شي أنا ولا غيرت حاسبه شي هات أخرى كنتمنى إن شاء الله بيكون هاتشي في أقرب الوقت وكنتمنى إنسان يتخدم للمحتوى دياله بإحترام وينتقد ولكن لا للعنف أخوتي إخواتتي كنتمنى هذا الفيديو ديالي للإستحسن ديالكم ومتبخش لنا باللايكات والتعليق المحافظة دمتم في رعاية الرحمن وإلى الملتق ترجمة نانسي قنقر